اشتركوا في القناة 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 طب من غير ما نعرف معنى الجملة هي هيتبقى ايه هي عايزين من غير اضافات لا فيها اشتركوا في القناة فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المعادن الارضية النادرة بنستخدمها في التليفونات بنجدها ايه حول العالم عمق تحت ايه تحت الارض لان ما بنجدها بصورتها الطبيعية بيكون مختلطة with other metals بيكون مختلطة بمعادن اخرى rare earth metals are very important مهمة جدا همه جدا للتليفونات ايضا the make the cell phone light up and vibrate هي اللي بتخلي التليفون او الموبايل light up بالاضاءة بتديله اضاءة وبتديله vibrate اللي هو vibration الاهتزاز the give life to the cell phone وهي اللي بتعطي الحياة للتليفون يبقى ايه هو اللي بيعطي الحياة للتليفون المعادن ايه ها الارضية ايه نادرة نشوف هنا بيقول لنا true or false number one rare earth metals are in a pure form rare earth metals بتبقى في ال pure form طبعا ايه false احنا اخدناها ها don't find them in a pure form ما بنجدهاش في ايه سورتها طبيعي we use rare earth metals in cell phones true the don't make the cell phone light up and vibrate طبعا false لان احنا قلنا ان هي اهه rare earth metals are very important to cell phone ليه make the cell phone light up هنا بيقول لنا don't make لا هي make the cell phone light up and vibrate مش don't make rare earth metals are mixed with other metals طبعا true قلنا ان احنا ما بنلاقيهاش في صورتها في ال pure form بتاعتها the are mixed with other metals بنجدها ايه بنجدها ان احنا بتكون مختلطة او ممتزجة بمعادن اخرى وبكده يكون revision على unit 10 خلص لو في اي حاجة في اليونت عامة مش مفهومة ياريت تكتبولي في الكومنتات وما تنسوش تدعم ونا بلايك وكمنت وشيل الفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد على فكرة اليونت سهل وبسيط جدا مفهوش اي حاجة احنا ما خدناش فيه جرامر كمان غير شود وشود انت ودول قلنا ان بيجي بعدهم المصدر اوكي وحفظ بأكد على حفظ الكونجاكشن فوربس لان ده في ناس كتير حلتها غلط فيه ناس كتير مش عارفة ازاي لسه تدخل الفيرب في الماضي فيه ناس بتحط اي فيرب بتحط له ايدي وده طبعا غلط اتمنى ان انا اكونش طولت عليكم وان الفيديو يكون افادكم اشتركوا في القناة